في سياقنا منفصل تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايدان نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي للسفراء الجدد عن منياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم مؤكدا أنهم سيجدون الدعم من جميع الجهات المعنية لتسهيل عملهم